من يوقف الحرب في أوكرانيا؟ سؤال لا إجابة عليه حتى هذه اللحظة وصلت خبط الدولي حيال هذه الحرب المستعرة العقوبات الاقتصادية التي فرضت على روسيا دفعت موسكو للجوء إلى الصين الشريك الذي يخشى منه الغرب وخصوصاً أمريكا صحيفة فينانشال تايمز كشفت أن بوتن طلب بالفعل من الصين مساعدات عسكرية ودعماً اقتصادياً لتجاوز العقوبات التي جمدت قرابة نصف احتياطياته من الذهب والعملات الأجنبية ومع تعويل موسكو على تجاوب الصين معها وهي التي أودعت جزءاً من احتياطياتها بالعملة الصينية تجد واشنطن أن بكين ستتجاوز الخطوط الحمراء حيث قد تكون المساعدة الصينية المحتملة بمثابة تطور هام في الغزو الروسي ويمكن أن تغير موازين المعركة على الأرض بالنسبة لأوكرانيا وجيشها على الجانب الصيني يظهر أن بكين ستكون حذيرة بالفعل من الإقدام على هذه الخطوة وهي التي لم تنسى بعد أثر العقوبات على اقتصادها وستعمل جهدها بحسب محللين سياسيين إن لم تكن نتائج مفاوضاتها مع واشنطن إيجابية أن تكون رمادية على أقل تقدير وهي التي رفضت مراراً التنظيم بالغزو بسبب توسع الناتو مكررة بذلك المبرر الأمني الأبرز الذي تحدث عنه الكريملين ليبدأ حربه على أوكرانيا هذا المبرر وضع العالم بالفعل على صفيح ساخن حيث فتحت الحرب دائرة في أوكرانيا المخاوف من التوجه إلى حرب عالمية ثالثة لم تحدد حتى الآن أطرافها ويحاول كل طرف تجنبها وعلى رأسهم أمريكا والصين بالتوازي مع ذلك تبدو مهمة إنقاذ ما يمكن إنقاذه صعبة حتى الآن رغم الجهود التي تبذلها تركيا جارة روسيا وأوكرانيا على البحر الأسود هذا الذي يغري بوتن كثيراً لاستعادة أمجاد الامبراطورية الروسية التي يخشى الغرب من عودتها ويحشد طاقاته لإغراق الروس أكثر في الحرب الأوكرانية لاستنزاف روسيا اقتصادياً وعسكرياً اشتركوا في القناة